في غضون ذلك دعا رئيس الجمهورية برهام صالح إلى ضبط النفس وعدم جر العراق إلى حرب مفتوحة تهدد أمن وسلام المنطقة والعالم مبينا أن وجود قوة التحالف الدولي في العراق تم على أساس الاتفاقات المبرمة بين الحكومة العراقية والدول التي تشكل التحالف هذا وأعرب صالح عن رفضه الخرق المتكرر لسيادة الوطنية وتحويل العراق إلى ساحة حرب للأطراف المتنازعة وأضاف أن مصير وجود قوات التحالف الدولي هو شأن داخلي عراقي معني به مجلس النواب والحكومة العراقية وفق الأطر القانونية والدستورية والدبلوماسية وعلى أساس التوافق الوطني وأولويات الأمن الوطني العراقي ترجمة نانسي قنقر